القسم الأدبي نرحب بكم واستكمال لما سبق وحرب اكتوبر المجيدة وانتصار مصر العظيم في هذه الحرب والحرب كما قلنا لا تستمر لأبد ولكن كل الحروب تنتهي بمعاهدات واتفاقيات بين الأطراف المتحاربة وكعادتها مصر دائما تصنع التاريخ فكان لابد أن تتحرك وتكون هي الفعل وليس رد الفعل ونبهر العالم بالسلام كما أبهرناه بالحرب انتصرت مصر في حرب اكتوبر وحققت أهدافها ولكن بقي جزء عزيز من سيناء لم يتحرر بعد فرأى الرئيس السادات رحمه الله أن يقوم بمبادرة بدء أخذ زمام المبادرة ويزور إسرائيل ويعلي مبادرة السلام ومن هنا جاءت عملية السلام بين العرب وإسرائيل من 1977 بعد حرب اكتوبر بعدة سنوات وذهب الرئيس السادات في زيارة إلى القدس وأعلن هناك بكل صراحة رغبته في أن تكون حرب اكتوبر هي آخر حروب وتجنيب الأجيال القادمة وليات الحرب فضلا عن الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني وضرورة الحفاظ عليها والاعتراب بها وهو ما حرصت عليه مصر دائما في كل جولات الصراع العربي الإسرائيلي وهو الحك والسبب الرئيسي للصراع العربي الإسرائيلي هي حقوق الشعب الفلسطيني فلا تمر مناسبة ولا يمر مؤتمر أو اقتراحات أو إطار اتفاق بدون ذكر حقوق الشعب الفلسطيني وهو الهدف الرئيس من هذه المبادرة إذن ظهر الرئيس السادات القدس وأعلن هناك رغبته في هذه الأشياء الثلاثة طيب إقامة سلام عادل ودائم وتبادل في الشرق أو عادل في الشرق الأوسط تجنيب الأجيال القديمة وليات الحرب على اعتراب الحقوق المشروعة للشعب الفلسطيني تلك المبادرة 1977 أزهلت العالم وكانت مفاجأة للكل بما فيهم السادات نفسه أن تأتي هذه الحرب العالية السياسية السلمية بعد أربع سنوات فقط من حرب أكتوبر واصطراع الشديد بين مصر وإسرائيل بعدها بعام 1978 بيدعو الرئيس الأمريكي جيمي كارتر كل من الرئيس السادات ومنح بيجي الرئيس وزراء إسرائيل في منتجع كامب ديفيد بالولايات المتحدة للاتفاق على إطار عام للسلام يعني عايزين يتفقوا إحنا هنعمل سلام في إيه؟ يعني بنتكلم النقاط اللي هنتفق عليها فطبعا أول نقطة كانت هي عودة سيناء لمصر كاملة يعني احنا عاوزين باقي سيناء تعود لحضن الوطن اتنين تطبيع العلاقات بين مصر وإسرائيل وهذا في صالح إسرائيل نحن كنا عمين عليها قطيعة مقاطعة سياسية واقصادية واجتماعية وثقافية في المنطقة العربية كلها بل والإفريقية فإسرائيل تسعى دائما بجهد جهيد لتندمج في المنطقة المحيطة بها تسعى أن تكون لها علاقات فثمن عودة سيناء لمصر هو تطبيع العلاقات المصرية الإسرائيلية يعني فيه علاقات طبعية ثقافية وسياسية واقصادية وغيرها في شتى مناحي المجالات المختلفة ثم برضو حقوق الشعب الفلسطين يبقى جيمي كارتر بيدعو الرئيس السادات ورئيس وزراء إسرائيل من أحن بيجين لو قال لي كانت سلطة تعرفين نظام البرلماني في الجغرافيا أن كمين رئيس السلطة في إسرائيل كان من أحن بيجيني بقى رئيس الحكومة أو رئيس الوزراء يعني أما في مصر نظام رئاسي بقى رئيس السادات ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر